اكد معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفطان الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجميع الشركات التابعة لها والعملة في قطاع النفط والغاز وصناعة البتروكيمويات والصناعات التحويلية حريصة على استخدام ومتابعة احدث النظم والاشتراطات البيئية التي تضمن جودة الحياة والبيئة ضمن استراتيجية وطنية لرفع كفاءة استخدام انظمة الطاقة بمختلف انواعها مشيرا الى اهم المشاريع التي قامت بها مملكة البحرين في هذا الشأن وفي تصريح له على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمؤتمر الطاقة النظيفة والاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة مهمة الابتكار الذين استضافت هما المملكة العربية السعودية الشقيقة اشار معالي وزير النفط الى ان جائحة كورونا وتداعياتها على المستوى العالمي تشكل تحديا رئيسيا لجهود التنمية المستدامة في مختلف البلدان وهو ما يؤكد الى اهمية الابتكار الذي ناقشه الاجتماع للوصول الى آليات غير تقليدية لمواجهة تحديات الصحية والاقتصادية والبيئية وفي مقدمتها ظاهرة الاحتباس الحراري واشاد معالي الوزير بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة التحركات العالمية فيما يتعلق بطاقة نظيفة من خلال ترأسها لمجموعة العشرين حاليا والرؤية الطموحة التي تتبناها بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون كإطار عمل لتعزيز الحصول على طاقة مستدامة وموثوقة وأقل تكلفة مؤكدا أن الموضوعات المهمة التي ناقشها الاجتماع من شأنها الوصول الى تفاهمات وشراكات عالمية في مجال الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات والحلول لقضية الانبعاثات وفق متطلبات الاقتصاد الدائري للكربون